اشتركوا في القناة ومدت تسعتاشر تسعة ومرقص عشر احد عشر ولقى ستتاشر تمنتاشر وحكاية تغيير الدين كما ورد في كرونس السبولة سبعة بيقول لنسى الاخوة والاخر مستعبدا في مثل هذه الحالة ان اراد ان يفارق فليفارق غير كده ما فيش ازباد للتطبيق اما بطلان الزواج فيبقى كأن الزواج لم يحدث في طلاق كأنه ما حصلش الزواج وده له اسباب اذا تم الزواج بطريقة خاطئة يعني زواج غير شرعي او اجراء كاكن غير شرعي فيبقى الزواج للتطبيق بسبب للمطلان وايضا اذا تم الزواج بغير الموافقة مفروض ان الزواج الزواج هم الاتنين يعني اذا تم بغير ارادة اي حد فيهم ممكن يطلب بطلان الزواج وايضا اذا كان احد الزواجين مجنون مثل لانه مدام فقد عقله يبطل الزواج او في درجة معينة من الجنون مشتروري من الجنون مربق برضو يبطل الزواج او اذا كان عنده اه الزواج تم بطريقة الغش الغش في سفب جوهاري مش واحدة تقول ده قال لي انه باكر للرش تجارة وطلع دبلوم تجارة لا دي ما هاسم هاجلش الرش يعني سبب جو غير زي واحدة مثلا تتجوز على انها بكر وما طلعتش بكر ايه لا اخو فدي اسباب للبطلان ويرفع بيها فضية طلب بطلان على شرط ان الواحد ما يرضاش بالزواج الغلط ويستمر فيه مدة وبعدين يطالف البطلة من اولها